أكدت مصادرنا عن تواصل مسؤول النادي الأهلي مع نظرائهم فاتحاد الكرة المصري لتأجيل مباراته أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري لارتباطه بخوض مباراتين في بطولة أفريقيا خارج الأرض الأولى مع شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل 16 فبراير ثم مباراة طلائع الجيش يوم 19 من الشهر نفسه قبل السفر على غانا لمواجهة ميدياما الغاني فالجولة الخامسة من دور المجموعات الإفريقي ويرغب الجهاز الفني للأهلي في حصول اللاعبين على قسط كاف من الراحة بين مبارتي الشباب بلوزداد وميدياما ويخشى النادي الأهلي تعرض اللاعبين للإجهاد بسبب السفر مرتين خلال أسبوع ما بين الجزائر وغانا حيث يخشى من أن يتسبب خوض الأهلي ثلاث مباريات في أسبوع واحد يتخللهم رحلتي سفر خارج البلاد في تعرض اللاعبين للإرهاق والإصابات من جهته قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف من حمد الجارحي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائر يوم الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا وحريص الجارحي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو مدير الكرة وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين ترجمة نانسي قنقر